السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا فغادي نخيط معاكم هات الجوارب اللي كتجي رائعة جوارب أولا خوف ديال البولير ممكن تدرو بأيتو بيكون صخون ليتدفوا به رجلتكم أولا الرجلات ديال وليداتكم أنا هادو صيبتهم البنتي كما كتشوفوا فكيجو فيهم دو فاس يعني وجهين مختلفين أو لددرو نفس اللون يعني في الوجهين بجوج أو لددرو غير يعني غير طبقة واحدة يعني غير لون واحد غير طرف ديال التوب واحد هادو درتهم من أطراف ديال التوب ليهوما صغار طريقة سهلة إن شاء الله هندوزوا للطريقة باش غاديتخدو القياسات باش نبدو إن شاء الله بنسبة القياسات فغادي نخدو الرجل أولا الحداء ديال الطفل أولا الشخص لي غادي نخدو ليه أنا هنيا ما كانش بنتي في الدار فأخذت غير الحداء ديالها تنحولون نتراسو لالالالالالتحت ديال الرجل يعني الرجل كنحطوها وكنتراسو بيها أولا كان نخدو الحداء وتنتراسو به إلا أخذنا الحداء فتيكون شوية تيكون شوية حدنا ديال تسع يعني كيعطينا واحد شوية ديال العمغش ديال الاسباس من بعد فكن عبروه أنا هنا يعطتني 17 سنتيم 18 تقريبا في طول الرجل بعد ما نرسموها نرسموه 18 سنتيم نحطها في خط مستقيم باش غادي نشكلوا هذيك الدورة اللي كتجي الفوق وغادي نديرو عليها يعني هنديروها بشكل زاوية قائمة مع خط مستقيم آخر اللي غادي نديرو فيه الطول اللي غادي يكون طالع لنا فوق من الرجل يعني الطول اللي بغينا بنسباليا أنا هنا يدرت 15 سنتيم في الارتفاع و 18 سنتيم في الطول ديال الرجل ديال البطن ديال القدم من تحت ولكن هنا الطول راني زدو زد شوية من بعد لأنك توب كان عندي زايد فغادي ناخدو هذيك الأمام ديال الحيداء غادي نعبرو هنعطنينا 10 ديال سنتيم في الدورة غادي ناخد النصف ديالها يعني غير 5 ديال سنتيم غادي نحددها وغادي نطلع بخط مستقيم يعني غايعطيني تهوزاوية قائمة وغادي نعبر الارتفاع من أصابع من البداية ديال الأصابع حتى لها ديال البلاسة اللي كتكون طالعة عندنا هنا يعطتني 10 ديال السنتيم وغادي نعبرو الدورة ديال هذيك البلاسة ديال اللي كتكون مرتفعة في الرجل يعني اللي كتكون عندنا في ديال العظم هنا عطتني 16 سنتيم غادي ناخد من نصف ديالها اللي هو 8 ديال السنتيم وغادي نحدد نقطة جمعة مبين هذيك العشرة اللي ولا مع الثمينية من بعد فالدورة ديال الدورة اللي كتكون عندنا الفوق كيكون هنتم عندنا الختيار شحال احنا غادي ندرو فيها واش بغيناه واسع اولا بغيناه وام شوية مجموعين انا هنا يدرت عشرة ديال السنتيم هاد القياس هادا هذي يلبس بنية من تلت سنين يجو وفي نشي شوية تقريبا حتى الاربع سنين ونص تلخم سنين على حسب الحجم ديال الرجل واش للرجل الصغيرة او اللي كبيرة اه كنحددو هنا نجمع النقطة بالقلم كما كتشوفو بالنسبة للنقطة اللي كنجمعها ما بين ديك عشرة ديال السنتيم مع هذيك النقطة الخورة اللي درنا ديال ديال الدورة ديال الرجل فكتكون شي شوية الخط مائل وكنحاولو نحددوها هكا بالماركر وكنجو لديك البلايس اللي فيها بحال الزاوية كنبغرها شوية بالنسبة لامام ديال القدم فكننزلو من ديك خمسة ديال السنتيم كنجدائرة في الامام وكنخرجو واحد السنتيم على هذيك اللي خط العمودي اللي درنا في القدم وبالنسبة للخلف الى كنا غادي نقطعوه من تماتوب فكننزيدو واحد السنتيم وكنديرو فيه واحد واحد الدائرة مائل شوية يعني كنجيبوه شي شوية مائل ما كنجيش القنت واقف بهات الشكل هدا كما كتشوفو نتمنى ان الطريقة ديال اخذ المقاسات تكون واضحة لكم حاولت انني نديرها باختصار ويلا كان ما واضح شبن زيان فمن بعد ان شاء الله هنعودها لكم في فيديو يكون خاص صغير باخذ المقاسات هنا يغد نخدو التوب اللي عندنا انا عندي هنا يجوش طرف ديال التوب واحد ارانج ليموني والاخر بيستاش تنخدو البوليغ هدا عندي بوليغ نرقيق شوية ولكن كي تيري ضروري كي تيري هنا تنديرو ذاك التغاج دياله البلاصة اللي كتكون كتيرة كنديروها في العرض ديال الرجل وغادي ننفصلو جوج من القاعد ديال الرجل يعني ذاك الباطن ديالرجل نفصلو منه جوج ومن هاد الطرف الثاني غادي نفصلو كدلك منه منه جوج هنا غادي ندير التوب انا من الخلف غادي نديرو مجموع يعني عندي التوب غا نطويه يعني غاستني نطويه على ربعة ونفصل الجوج او لا إلا كان غادي جينا مفتوح را غادي جيونا ربعا ديال الأطرف غادي نفصل من هاد من هاد التوب هادا هنا يبقى ان انا غا نجيب الخلف مسدود فغاستني للسق مع هادك الباطرون اللي احتنا من الفق وغادي نديرو سنتيم من الجوانيب كاملة عاد نقطعو نخليه سنتيم ديال الخياطة عاد نقطعو باش يجينا يعني باش يجينا فاش نخيطو جينا القياس هو هاداك ما يجيناش ناقص مبعد ما نفصل كما قلت لكم غادي نفصل جوج من الباطن للقادم وجوج من الفوق هنا يرا عطاني التوب شوية زايد فغادي نخلي دك الزيادة هانتوما كنخليه سنتيم ديال الخياطة وعاد كنفصلوه مبعد ما فصلت هانتوما كما كنتشوفو عندي جوج من كل وحدي هنيا غا نفصل عو تاني جوج من جوج خاصنا يجينا هاداك باطل القدم قدو قدو هاداك الفوق اللي غادي نلسقوه معاه دابا غادي نفصل اللون الاخر نفس القياسات نفس الشكل غادي نفصل منهم من اللون البيستاش هاداك نرسموا 1 دوكل وديناك شتوه نازلين هاداك نرسموه هاداك خضيت 1 1 4 ديال السنتيم طلعت من الوسط ديالها جوج سنتيم طلعت بربعة ديال السنتيم حددت نقطة وطلعت صدرت ثمانية ديال السنتيم ديك الوسط اللي حددت فحاولت نوسى فيه يعني ندير فيها واحد ستا ديال السنتيم تقريبا والفوق طلعه حيلاك نرسموه وريقة ديال الشجرة حال هاكا غادي نقطعها في الباتخون وغادي نفصل عليها عندي غا نفصل ربعة من كل اللون هنايا من بعد مسالية الفصالة كيما شفتوا عندي ربعة أغان ربعة بيستاش وبنسبة الباطل القدم عندي جوج بيستاش جوج أغانج وهذاك الفقد الرجلته هو كذلك عندي جوج جوج من كل واحد فيهم دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نبدو الخياطة من بعد مسالينا الفصالة فغادي ندوزو نبدو الخياطة اول حاجة غادي ندروها فغادي نخيطو الارتفاع هاداك الفوق ديال الرجل يعني نخيطو غا نجمعو غير الامام ديالو الخلف راي عندي مجموعي لكن تنتو ما فصلتو محلول يعني مقطع من الخلف ديال الرجل فغادي نجمعوه منهم بجوج انا غادي نجمع غير الامام لحيتي هو اللي عندي مفتوح دائما نخليه سنتيم ديال الخياطة انا كنخيطهم هاكدا متابعين باش ما نقطعش الخيط حتى نسالي وكنفرقهم كاملين نقطع غير الخيط اللي جمع بيناتهم يعني كنسالي وحده بشوية وكنعاود نقطع الاخرى هنا من بعد مجمعتهم كاملين غا نخيط هادوك 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 الودينات ديال الارنب اللي درس غا نخيط كله كله لون معا لون مغاير يعني وحده هادوك هادوك بورتقالية وحده بستاش وغادي نخيطهم مع بعضياتهم نخالفهم كاملين ونخيط هادوك هادوك معا الجواني بكامله من بعد ما سلتهم في الخياطة فنقلبهم كاملين سنقلبهم نستعين بشي بالمقص او لا بشي قلم او لا السيلو او لا اي حاجة كانت حدايا سنقلبهم كما تتشوفو هكذا غير باليد ونساعد بهذاك القلم او لا بالمقص بشي يتقدو ليه من الجوانب وغادي نعود عليهم الخياطة بشي يجيو شدين مزيان يعني الفورما ديالهم جي مزيانة ما ساسبقاش هكذاك منفوخة انتو ما شفتو بها الطريقة كيجين دهم جو جيل كل واحدة فيها وجهين سافي غادي نخيطوهم سافي غادي نخيطوهم وغادي نسليهم ونخليهم وغادي نزربت الفيديو ولكن حاولت ما نختصرش في المراحل باش يباليكم الزيطاب اللي يدرتوهم سافي غادي نخيطهم وغادي نسليهم ونخليهم وغادي ندوزو لتقيشاتي ديالنا باش نصيبوهم هنا يم بعد ما خيطتهم فهذاك الامام عودت فيها الخياطة باش تجينها متبتام زيان وغادي ندوزو باش نلسقو لكل واحدة الباطن ديال الرجل ديالها كنقلبوها وكنحاولو نجيبو الواسط يعني الخياطة في القدم مع الوسط من الخلف لسقوه مع القدم من تحت ولسقوه مع الواسط ديالها من الامام ومن الخلف ونتبتو كدلك يعني باش ندينها في الخياطة زيانة ما نديناش مفوتة ونتو بليزيبانجل ونشدو تجنب يعني نقدوهم زيان ونشدوهم بليزيبانجل ومن بعد فغادي ندوزو ديالساعة نجمعوهم بالخياطة يعني نخيطو من بعد ما نكونو تأكدنا فغادي نخيطو غادي نخيط الوحدات اللي اندي كاملة هانتو ما شفتو هنين بعد ما لسقتو فغادي نعود ندوزيلي بالخياطة هانتو ما كتشوفو بعد ما سليسا غادي نحيد لهاديك الزوائد اللي كينا ديالتو ما كنبغيش انا تبقى لي الزايد بززاف يعني وخا كنخلي ودك سنتيم ديال الخياطة كننقسم انو من بعد ما كنسالي صافي هنا يا فاش قلبتو هاي دي تشكلات عندي غادي نشد انا ديك الخياطة اللي درت غا نعود فوق من هالخياطة من جنب انا هالطريقة هذي كتعجبني انني نخيط وفاش نجمع نقلبها نعود لخياطة هذي مرحلة ممكن تديروها وممكن تستغنو عليها تافني انا يا رأي نساليتها ب 듯يب جاي ملك اقغل نسبا طريقة غادي نقيد الاخرين اللي بقيين خيط كل شي تقشرة بربعة بالألوان كاملين سنقلبوهم على الضهر سنقلبوه كل لوحدين يعني البرتقاليين والبيستاش ونضعوهم بهذا الشكل هادا متقابلين سنجيبو دوك الودينات اللي سنسخوه إلا كنتو غادي تديروهم غادي تجيبو غير الراس وغادي تلسقو يعني تلسقو تقشرة البستاش مع البرتقالية بهذا الطريق اللي كتشوفو فكنشدوهم بليزيبانج نخيطو وهو موجدين هنا غادي نحاول ان نقرب لكم تصوير كتر باش تشوفو كيفاش كندير للسق هادوك هادوك الودينات اللي درتليها واضونة ديال الأرنب اللي بتليهم تميك زين يعني هنيا وصار حكي شوي تصوير بعيد اول حاجة كنديروها 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 نحاولو انتبتوها الامام مع الامام يعني ان الخياطة تجي فوق من الخياطة وانتبتو كدلك الخلف سوف نجد افتحام لنقلبهم وبالنسبة للجوانب سوف نلسق هذه الودينات سوف نلسق الجهة البرتقالية هي اللي ملسقة مع وجه الجهة البيستاش إذا نريد أن يعطينا نفس اللون سوف نلسق واحدة من هذه الجهة سوف نلسق الخوف البرتقالي سوف نلسقه سوف نلسق نفس الجهة سوف نضع فوق من هذه الجهة سوف نقرب أكثر سوف نلسق الجهة سوف نضعها مع الأمام سوف نلسق الخوف البرتقالي سوف نلسق الجهة الأخرى سوف نخيط البلاثات اللي جمعت بلزيب بانجل بعد مسالية نخيط لزيب بانجل نمشي لفتحة اللي خليت من الخلف سوف نجبد منها سوف نقلبهم لعلا برا سوف نقلبهم بجوش يعني البرتقالية والبيستاش من بعد ما نقلبهم تخرجوا لنا هادو كلو دينات كيبانو لنا و هانتوما كما كتشوفو تنحاولو نقدوهم تعطونا هاد الشكل هادا سوف ندخل واحدة فسط الخرى هنا سوف ندخلو اما البرتقالية فسط البيستاش و اما البيستاش فسط البرتقالية على حسب شنو اللون نبغي نحيب قلينا من على برا كنحاولو نقدوهم كيعطونا هاد الشكل هادا اللي كتشوفو بالنسبة لهاديك الفتحة اللي خلينا ها هي تجينا في الخلف تنطوي وذيك السنتيم اللي دخلنا من الداخل هتتجينا مطوية تنعودو الخياطات الماء يعني تنشدوها مزيلا بالليبرا بالخياطة نخيطوها بالماكينة و هادي نجيبو الدورة على ذيك البلاسة كاملة و من بعد ما تخيط فك نعطوها تعطينا هاد الشكل هادا كيما كتشوفو نتمنى ان الفكرة ديال اليوم تكون نالت اعجبكم نتمنى ان هاد تقشرة هادو يكونوا عجبوكم كيما شفتو هنية فتعطونا دفاس اه سواء بغينا هاد لفاس او لا هادي هانتو ما هذا هو الشكل ديالهم نتمنى ان الفكرة تكون نالت اعجبكم ما تنسوش تخليوا لي لايك الفيديو الى عجبكم و تطبقوهم و تستعملوهم لكم و لوليدتكم و الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله